بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم في خلاصة عصير كتاب طبيعة المسيح للبابا شنودة الثالث الكتاب ده يعتبر مهم طبعا بسبب ان المؤلف هو البابا شنودة بحيث ان اي كلام بيقوله البابا شنودة في المسائل العقائدية واللاهوتية والايمانية المسيحية معظم المسيحين ما بيقدروش ان هم ايه ينكروا هذا الكلام هذا الكتاب طبعا اسمه طبيعة المسيح بيتكلم عن مسألة التجسد وان اللاهوت اتحد بالنسوت واصبح فيه طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد وبيتكلم على ان ما ينفعش نقول لاهوت ونسوت بعد التجسد وان اي شيء فعله المسيح كانسان اللي فعله هو الله والعذب الله وهذا مهم في توصيل معنى قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم للمسيحيين بحيث ان احنا نوضح لهم يعني ايه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ان انتوا بتعتقدوا ان الله عز وجل نزل من السماء ودخل رحم العذراء مريم عليها السلام وخلق لنفسه منها جسدا واتحد بهذا الجسد فاصبح هو وجسده واحدا فباقي النتيجة ان انتوا بتعبدوا هذا الجسد مع الله لان ما فيش انفصال ما بين الطبيعتين وان اي شيء عملوا الانسان هذا الذي عاش على الارض هو في الاصل ربنا هو اللي عمله فيتقال الله شرب الله قام الله نام الله ضرب الله بصيق في وجهي والعزو بالله الله قلبس تاج الشوك الله صلب على الصريب الله مات على الصريب الله دفن في الارض والعزو بالله كل ده بسبب ايه اعتقاد الطبيعة الواحدة في المسيح ومسألة التجسد اول صفحة هنتكلم عنها صفحة رقم سبعة تحت عنوان عقيدة كنيستنا بيقول وباتحاد الطبيعتين الالهية والبشرية داخل رحم السيدة العذراء تكونت منها طبيعة واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد فخلي بالك هم بيعتقدوا ان الله في الاصل حامل الطبيعة الالهية او صاحب الطبيعة الالهية او مالك الطبيعة الالهية الله نزل من السماء ودخل رحم السيدة العذراء مريم عليها السلام وكون لنفسه منها جسدا اللي هو الطبيعة البشرية واتحد بهذا الجسد فبقى صاحب ومالك الطبيعة البشرية هو الله ما ينفعش نقول اللاهوت عمل اللاهوت ليس شخصا اللاهوت ليس اقنوما الله صاحب الطبيعة الالهية هو الذي يعمل ويستخدم هذه الصفات الالهية ويعمل من خلالها وهكذا ايضا الله اتحدى بالطبيعة البشرية فبقى هو صاحب ومالك الطبيعة البشرية فاي شيء يعملها الاله وفق الطبيعة البشرية ما يتقلش ان السوت هو اللي عمل لا يتقل الله هو اللي عمل ولا عزو بالله فينا بيقول لم تجد الكنيسة المقدسة تعبيرا أصدق وأعمق وأضق من هذا التعبير أنهي تعبير اللي هو التعبير بتاع كيريرلوس وأثناسيوس طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسم اللي هو ميا فوسس تو ثقو لوجوس ساركوميني ميا فوسس طبيعة واحدة بصيغة الجر بقى مضاف مضاف إليه تو ثقو لوجوس ساركوميني بتاع الله الكلمة المتجسم مين بقى صاحب هذا التعبير العميق والدقيق والصادق بنجد أصدق وأعمق وأضق تعبير في الكتاب مقدس لا بنلقيه في كتابات الأباء الأوائل بتوع ما قبل مجمع نقيا لا يعني خلاص كيريرلوس وأثناسيوس هم اللي طلعوا بأصدق وأعمق وأضق تعبير ربنا ما قالوش في كتابه بالنسبة لكم سبحان الله لم تجد الكنيسة المقدسة تعبيرا أصدق وأعمق وأضق من هذا التعبير وهو التعبير الذي استخدمه القديس كيريرلوس الكبير عمود الدين والقديس أثناسيوس الرسولي من قبله وكل منه ما قمة في التعليم اللاهوتي على مستوى العالم كله إيه هو التعبير طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد ميا فوسي ستوثي أو لوجوسي ساركومين طيب يعني هو عاوز يقول إيه؟ إن الله الكلمة المتجسد كان يملك الطبيعة الإلهية لما دخل رحم السيدة العذراء خلق لنفسه منها جسدا واتحد بهذا الجسد فبقى الطبيعة الإلهية اتحدت مع الطبيعة البشرية في طبيعة واحدة كلها مملوكة لله فبقى الله يملك خصائص وصفات الطبيعة الإلهية وخصائص وصفات الطبيعة البشرية في طبيعة واحدة بتاعته هو اللي هي طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد فبقى أي حاجة يعملها الإله حتى لو وفق طبيعته الإلهية أو وفق طبيعته البشرية يتقال إن الإله والعاذ بالله هو اللي عمل الكلام ده ودي من ضمن أسباب رفضنا للتجسد أول سبب إن الطبيعتين دول خصائصهم وصفاتهم ضد بعض لا يمكن ومستحيل عقلا إن هم يتحدوا ما ينفعش الإله كامل كما المطلق لا يحتاج والكل يحتاج إليه والإنسان فقير ومحتاج إزاي يبقى فقير ومحتاج وكامل في نفس الوقت الله عليم والإنسان جاهل إزاي يبقى جاهل وعليم في نفس الوقت الإله حي لا يموت والإنسان يموت إزاي يبقى حي وميت في نفس الوقت القاعدة الكتابية والقاعدة الإسلامية تقول إن لو كائن من الكائنات اتصف بالطبيعة البشرية لا يمكن في نفس الوقت يكون إله فالكلام ده مثلا بنستشفه من أعمال الرسل لما بوليس بيقولهم مزق ثيابهما وقال لهم نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم يعني إيه نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم يعني كون إن نحن اتصفنا بهذا لا يمكن نكون إليها في نفس الوقت يبقى ما نستحقش أن انتوا تذبحوا لنا والكلام ده كله أيضا في النص المشهور بتاع المزامير أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العالية كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرأساء تسقطون فبما إنكم تسقطون وتموتون يبقى ما ينفعش تكونوا آلهة حقيقية في نفس الوقت وهكذا قول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام مدام كانوا بيأكلوا الطعام يبقى لا يمكن يكونوا في نفس الوقت آلهة لأن الذي يأكل الطعام هو في الأصل يجوع ويشعر بآلام الجوع ويحتاج إلى الطعام ليزيل آلام الجوع ثم فيما بعد يخرج الفضلات وهكذا وهذا أمر مهين وصفات نقص الإله لا يمكن أن يتصف بهذا فبما إن المسيح اتصف بهذا يبقى لا يمكن يكون إله في نفس الوقت ده المبدأ وده المنطق اللي موجود في الكتاب واللي موجود في القرآن إن ما ينفعش يبقى إنسان وإله في نفس الوقت طيب ولهذا السبب نحن نرفض التجسد لأن نحن نرفض الاتحاد ما بين الطبيعتين برضو سبب تاني إن نتيجة القول بالتجسد هو إن أنت هتنسب لله كل صفات النقص البشرية لأن أنت بتقول إن الله نزل من السماء واتحد بالطبيعة البشرية فبقى هو مالك الطبيعة البشرية فلما يأكل ويشرب ويقوم وينام وينضرب ويتصلب ويموت ولا عزو بالله يتقال مين اللي عمل كل الكلام ده الله ولا عزو بالله أيضا من ضمن أسباب رفضنا للتجسد بالمرة إن المبدأ الكتابي والمبدأ القرآني بيقول إن الإنسان لا يتحمل مجرد رؤية بهاء ومجد وجلال الله عز وجل فكيف يتحمل الاتحاد مستحيل الإنسان لا يراني ويعيش في سفر الخروج لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الجبل لم يتحمل مجرد بهاء نور الله عز وجل وهذا كان دليلا لموسى عليه السلام إن الجبل اللي أقوى منك وأشد منك لن يتحمل فكيف تتحمل أنت لن تستطيع بحسب طبيعتك الإنسانية إن أنت تتحمل مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد إذن الاتحاد ما بين الطبيعتين مستحيل ونتائج الاتحاد ما بين الطبيعتين كفر بشع جدا إنه ينسب لله عز وجل كل صفات الناسوت وكل النقاص البشرين في حاجة تانية برضو هنبقى نتكلم عنها اللي هي إيه عبادة الجسد لسه نتكلم عنه في وثيقة تانية المهم في الصفحة اللي بعدها على طول صفحة رقم 8 بيتكلم عن إن حصل انشقاق سنة 451 في مجمع خلق دونيا الغرب إن شاء عن الشرق الغرب قال المسيح طبيعتين ومشيئتين الشرق قال لا المسيح طبيعة واحدة الغرب قال اللي بيقولوا طبيعة واحدة دول أتباع قطاخي واحد من الهرطق والشرق قال عن الغرب اللي بيقولوا بطبيعتين دول أتباع نسطور مهرطق وكافر برضو يعني هم اللي اتنين كفروا بعض المهم هنا بابا شنودة بيقول إيه وتعبير أصحاب الطبيعة الواحدة وسيء فهمه عن قصد أو غير قصد طب ما هو الغرب بيقول عليكم نفس الكلام أنتم أسأتوا فهم قولنا بالطبيعتين وقلتوا علينا نساطرة الغرب برضو بحسب الشرق أساء فهم قول الطبيعة الواحدة وقال عنهم وتخيل المهم إيه اللي حصل إن الغرب اللي حرم الشرق ولعنوا وقال إنه محروم من ملكوت السماوات الإمبراطورية الرومانية دعمت الغرب فبقى فيه اضطهاد من الإمبراطورية الرومانية على الشرق فبيقولك فاتهدت بالذات الكنيسة القبطية والكنيسة السوريانية الرومان عليهم سبحان الله العظيم دايما الإسلام بيحمي كل الناس من أي بغي ومن أي ظلم ومن أي عدوان ده لما بيتم الالتزام بالإسلام لكن لو ما فيش إسلام إيه اللي هيمنع الناس إن هم يبغوا على بعض وإن هم يظلموا بعض وإن هم يفتروا على بعض اللهم اشتعى رثيقة اللي بعدها في صفحة رقم 9 بيقول والقديس كيرلوس الكبير علمنا أننا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد يعني يعني المفروض بعد التجسد ما يتقلش لهوته ونسوته يتقل الإله هو عمل كده بطبيعته الواحدة لكن انت ممكن تلاقي إن شنودة نفسه له تسجيل بيقول لك لما تتزنق قول لهوت ونسوت ليه علشان يهرب من النصوص اللي بتبين إن المسيح مش إله أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف فلا يعرف بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب فقولك ده ما يعرفش ابن سوته أنت فصلت ما بين الطبيعتين كده لا عادي ما فيش مشكلة أنا ألحظ كلامي ما دام وقعت في ضيقة لكن المفروض إن الإيمان المسيحي بيقول لا تتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد ما تقولش لهوت وما تقولش نسوت ما تجيبش سيرة إنسانية ولاهوتية تقول الله هو اللي قال كده وهو اللي عمل كده وهو اللي حصل فيه كده فهنا بيقول ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح هنا برضو المفروض إن البابا شنودة ذكر في هذا الكتاب طبيعة المسيح هرتقت كثيرة أنا ما جبتش في هذا الفيديو غير هرتقت أريوس لكن ممكن ترجع لعصير الكتاب وممكن ترجع برضو للملزمتين بتوع العقايد المسيحية الأرثدوكسية لو عاوز تتعرف على إيه هرتقات تانية يعني فهنا بيقول عن هرتقت أريوس كان أريوس ينكر لهوت المسيح يعني إيه ينكر لهوت المسيح يعني بيقول إن المسيح ليس له الطبيعة الإلهية ليس له الطبيعة الإلهية ما هواش الله في الأصل ونزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان لكن هو في الأصل وإنه مخلوق لكن ده مش معناه إن أريوس كان موحد كون إن أريوس كان بيرفض الثلوث ده مش معناه إن هو موحد ليه؟ لأن مفهوم التوحيد عند المسلمين مفهوم كبير وشامل يسعبر وهي liberal توحيد الاسماء وصفات وفيه توحيد ربوبية وفيه توحيد ألوهية توحيد الصفات والأسماء هو إن الصفات الإلهية والأسماء والالقاب الإلهية لا تكون إلا لواحد وتوحيد الربوبية هو إن الأفعال الإلهية من خلق ورزق وأمر وتدبير وكذا وكذا لا يقوم بها إلا واحد وتوحيد الألوهية هو إن أفعال العباد من عبادات لا توجه إلا لواحد لما نبص على الأريوسية وأريوس بنلاقي إن رغم إن هم قالوا إن المسيح مخلوق وإن أقل من الأب في الجوهر إلا إنهم قالوا إن المسيح مشابه للأب في الجوهر وإن له بعض الصفات شبيهة بالصفات الإلهية وهذا كفر لإن الأريوسيين قالوا إن الأب خلق المسيح وخلق بالمسيح باقي الخليقة فيبقى نسب للمسيح إن هو الخالق وإن نحن مخلوقات خلقنا المسيح والعيذ بالله هذا كفر كفر مبني على شرك في الصفات الإلهية شرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات وده نتج عنه شرك في الألوهية لإن الأريوسيين ارتضوا أن يقال عن المسيح أنه الله ولو حتى تشريفا لأنهم قالوا وأعطاه إسما فوق كل إسم أنهي إسم اللي ربنا أعطاه له إسم الله ولعز بالله فهو آكن ضد الثلوس وضد لهوت المسيح وضد لهوت الروح القدس لكن لم يكن موحدا ولم يكن من مسلمين ما قبل ظهور الإسلام ممكن نقول الكلام ده عن الإبيونيين ممكن نقول الكلام ده عن البنويين أو التبنيين مثلا لكن الإبيونين هم أقرب إلى الفرقة الصحيحة الموافقة للعقادة الإسلامية لكن أنا أرفض أن يقال هذا عن الأريوسيين ما أعلنه حين بقى في الصفحة رقم 16 بيقول سبب من الأسباب اللي احنا على أساسها بنرفض التجسد إيه هو؟ إن الجسد يزجد له مع الله وإن العبادة لا تقدم لللهوت وحده دون الناسوت الناسوت لو نصيب من العبادة وهذا كفر بشع وشرك بشع بيقول إن المسيح ليس ابنين أحدوهما ابن الله المعبود والآخر إنسان غير معبود ونحن لا نفصل بين لهوت ونسوته وكما قال قديس أثنسيوس الرسولي عن السيد المسيح ليس هو طبيعتين نسجد للواحدة ولا نسجد للأخرى بل طبيعة واحدة هي الكلمة المتجسد المسجود له مع جسده سجودا واحدا الإنسان اللي عاش على الأرض ده البيب اللي تولد يسجد له ويمدد لأنه هو الله ما نفرقش ما بين الإله والجسد اللي هو اتحت به بقوا حاجة واحدة خلاص تعبده وتسجد له مع جسده أنا مش بقول إن النصارى بيعبدوا المخلوق دون الخالق أي أنهم تركوا عبادة الخالق وعبدوا المخلوق فقط لا لكن النصارى كفار مشركين عبدوا مع الله المخلوقات يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وألقاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلة أيضا في قول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني بيعبدوا الله مع اتنين تانين وخلوا الله واحد ضمن ثلاثة وما من إله إلا إله واحد إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون فهم بيعبدوا الله ومعاه المخلوق المخلوق المسيح المخلوق الروح القدس ويقولون بثلاثة والله عز وجل يقول لهم ولا تقولوا ثلاثة ما تقولوش إن الله ثلاثة ما تقولوش إن ثلاثة يعبدوا الله المستحيل ده فوق مسألة إن هم بيعبدوا اتنين تانين مع الله زي ما بيقولوا في قانون الإيمان إله حق من إله حق وعن الروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب يسجد له ويمجد مع الآب والابن ده لما الإله تجسد واتحد بالجسد المخلوق من مريم يسجد لهذا الجسد مع الإله المسجود له مع جسده سجودا واحدا ولذلك فإن شعار العبادة لا تقدب لللهوت وحده دون النسوت الناسوت له نصيب من العبادة إذ لا يوجد فصل بل العبادة هي لهذا الإله بقى هو وجسده حاجة واحدة فأنت بتعبد هذا الإله بتعبده مع جسده المخلوق علشان كده إيه اللي حصل اللي تولد من العذراء هذا الإنسان هو الله يعبد البيب اللي تولد يعبد ولذلك فنحن نقدم العبادة لهذا المولود البيبي عشان كده المسلمين بيروحوا يهنوا النصارى على عيد ميلاد الإله اللي تولد وبقى بيبي وعاش على الأرض كإنسان وبيهنوهم وهذا حرام بالإجماع إن لم يكن يقترب إلى الكفر لأن لما المسيح يشعر من المسلم بأي نوع من أنواع الموافقة أو أي نوع من أنواع المجملة بيشعر أنه على الحق لما التهنئة تيجي من مسلم تبقى غالية قوي علشان المسلم على الحق وعلى الإيمان الصحيح فلما تهنئ مسيحي وهو على الباطل يشعر بالفخر ويشعر بالاعتزاز أن نشوف دي جات من المسلم يبقى أنا على حق العلماء حتى قالوا لا تجوز مجاملة لأن دا يدخل ضمن المداهنة في الدين ودوا لو تدهنوا ويدهنون ودوا لو تدهنوا فيدهنون الله المستعان أنا أتمنى أن الناس تراجع البحث بتاع حركة عايز أقول لك أني بحبك إعداد الفرق الإسلامي لنقض الكتابي لكن المهم في النهاية إحنا بنقول إن اعتقاد النصارى في التجسد بيؤدي في النهاية إلى عبادة البيبي اللي تولد الذي هو الله في الأصل وعاش على الأرض كإنسان فيما بعد البيبي دا هيكبر وهيتصلب وهيموت بحسب اعتقاد النصارى وبعدين نرجع مرة تانية نهنيهم بعيد القيامة عيد قيامة إيه؟ إن الإله اللي تولد وكان بيبي كبر وتصلب ومات وبعد كده قام من الأموات ولا عزو بالله كفر في كفر في كفر الله المستعد الله المستعد حين بقى بيتكلم على أهمية الوحدة للكفرة والفداء ده في صفحة رقم 19 بيقول إيه؟ إن لازم الإله هو اللي يموت على الصليب إن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد هو أمر لازم وجوهري وأساسي للفداء فالفداء يتطلب كفرة غير محدودة هو مين اللي غير محدود عندهم؟ الله فلازم الله نفسه اللي عزو بالله هو اللي ينوت كفرة غير محدودة تكفي لمغفرة خطايا غير محدودة لجميع الناس في جميع العصور أحنا بنقول إن جميع الناس في جميع العصور هم في الأصل مخلوقين فهم في الأصل محدودين فلا يمكن يصدر عن المحدود شيء غير محدود وإن أنت لو قلت إن خطايا الناس غير محدودة يبقى أنت سويت ما بين الله والخطايا وهذا كفر ده حتى ما قالش به أباء الكنيسة الأوائل لكن المهم حين البابا شنودة بيقول لازم ربنا يموت علشان لم يكن هناك حل في مشكلة عند ربنا والعزو بالله بالنسبة لهم إزاي نغفر كل الخطايا دي دي كتير قوي ما فيش حل غير أن ربنا نفسه يتجسد ويموت والعزو بالله هنا بيقول ففي هذه الحالة موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي الفداء لازم الله يشارك في الموت هنا بعدين بيقول لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد بيقول لك ولم يكن لما صلبوا الإنسان يسوع المسيح إن تعبير رب المجد هنا يدل دلالة أكيد عن وحدة الطبيعة ولزومها للفداء والكفارة والخلاص لأن الذي صلب هو رب المجد هنا عنه رب المجد ده كأنه اسم من أسماء الله فتقدر تشير رب المجد وتحط الله يبقى تتقري كده لأن الذي صلب هو الله والعزو بالله والعزو بالله استغفر الله العظيم هنا بيقول جايب نص بيقول ورئيس الحياة قتلتموه بيقول لك رئيس الحياة ده كأنه اسم من أسماء الله فيبقى كأنهم قتلوا الله والعزو بالله في الصفحة اللي بعدين على طول في الصفحة رقم عشرين بيقول وهنا أشار إلى أن المسلوب كان رئيس الحياة وهذا تعبير إلهي يعني تشير رئيس الحياة وتحط الله والعزو بالله والله والله أنا قلبي مقبوط جدا 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 والفيديوهات دي ثقيلة جدا 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 علي الله المستعان بيقول وهنا أشار إلى أن المسلوب كان الله والعزو بالله هنا برضو بيقول والسيد البسيح نفسه حينما ظهر ليحن الرائي قال له أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وهكذا لم يفصل لاهوت عن ناسوته هنا وهو يتحدث عن موته فكأنه بيقولك دي أسماء إلهية وقال كنت ميتا فكأنه بيقول أنا هو الله وكنت ميتا والعزو بالله فهنا بيقول إذن فالذي مات هو الله إذن فالذي مات هو رب المجد ورئيس الحياة ورئيس الخلاص وهو أيضا الأول والآخر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله شفتوا ليه احنا بنرفض التجسد هو أصلا مستحيل عقلا وما ينفعش اتحاد ضدين وأصلا الإنسان لا يتحمل مجرد رؤية بهاء ومجد جلال الله عز وجل فكيف بالاتحاد لكن النتيجة أنه ينسب لله كل نقائص الناسوت لدرجة أنه يتقال عن أن الله مات والعزو بالله وأن في الآخر يتم عبادة الله مع جسده ويسجد له سجدة واحدة وما يتمش التفريق في العبادة ما بين الله وجسده الله المستحيل آخر حاجة بيتكلم عن الآلام في صفحة رقم 21 بيقول الطبيعة الواحدة والآلام بيقول وفي صلب المسيح يقدم لنا الكتاب آية جميلة جدا في حديث الكديس بوليس الرسول مع ساقفة أفسس حيث قال لطرعوا كنيسة الله التي اقتنها بدمه دم مين الله ونسب الدم هنا إلى الله رغم أن النص ده محرف أصلا يعني فيه سبع أشكال مختلفة في المخطوطات والنص ده محرف في جزئين كنيسة مين ودم مين المفروض في رأيه أنا الشخصي من خلال مقارنة المخطوطات ودراست هذا النص النص ده كان بيقول لطرعوا كنيسة السيد أو ممكن تمشي لطرعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه فتمشي كده لطرعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه أو لطرعوا كنيسة السيد اللي هو المسيح التي اقتناها بدمه يا كده يا كده طيب وتم تحريف النص لتأليه المسيح ده رأيي أنا لكن ما علينا هم بيلاقوا النص ده في الفندايك بيقول كده لطرعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه يبقى دم مين الله ونسب الدم هنا لله إلى الله بينما الله روح والدم هو دم نسوته لكن هذا التعبير يدل الدلالة عجيبة جدا على الطبيعة الوحيدة للكلمة المتكسد حتى أن ما يتعلق دي الصفحة اللي بعدها على طول صفحة رقم 22 حتى الذي يتعلق بالنسوت يمكن أن ينسب في نفس الوقت للهوت هذا هو الكفر اللي احنا بنرفضه إن الذي لا يجوز إلا لله ينسب للإنسان والذي لا يجوز إلا للإنسان ينسب لله هنا بيقول ونحن في التعبيرات العادية نقول فلان مات يبقى ليه ما نقول شي ان الله مات هو عاوز يقول كده اقرأ ما بين السطور ونحن في التعبيرات العادية نقول فلان مات ولا نقول ان جسده فقط قد مات يبقى كذلك نقول الله مات ولا نقول ان ناسوته فقط قد مات والعزو بالله الله المستعان كده يبقى احنا خلصنا خلاص تعصير كتاب طبيعة المسيح اتمنى ان المشاهد يراجع الفيديوهات اللي انا بحطها اسفل الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك لا تنسوني من صالح دعايكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته